متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة إن شاء الله زي ما قلت لكم هركز الفترة الجاية على التحديثات الجديدة في المواقع اللي ممكن تفيدك بشكل كبير سواء كانت بقى في الخطة المجانية أو الخطة المدفوعة أنا هعرض لك المعلومة وإنت استفيد بيها سواء كنت على أي خطة أو لو حترأي في المستقبل للخطة المجانية فأيضا تبقى المعلومة موجودة عندك هكلمك عن إيه النهاردة؟ هكلمك عن تحديث جديد موجود داخل شاية جي بيتي متعلق بكانفا إنتوا عارفين كانفا برضو لازم أطلع كل فترة أتكلم عنه وعن أي تحديث جديد لأن كانفا من التطبيقات اللي أعتقد ناس كتير لاغنى عن استخدامها من الناس اللي شهدنا على قناة كل يوم موقع جديد ولكن عشان أكون معك صريحة في الأول هقولك إن الكلام ده موجود فين موجود في الخطة المدفوعة داخل شاية جي بيتي فلو أنت في الخطة المجانية مش هتستفيد بهذه الميزة ولكن نصيحة اسمع هذه المعلومة قد تستفيد بها لو كنت على الخطة المدفوعة في وقت ما يعني في المستقبل تعال نشوف مع بعض إزاي نقدر نستخدم كانفا داخل شاية جي بيتي عشان نستخدم كانفا داخل شاية جي بيتي هنعمل الآتي أول حاجة هتروح على حسابك على شاية جي بيتي وحرجع ركز تاني وقل لك مش موجود غير في الحساب المدفوعة فهنا هبتدي أروح على الستنج ومن الستنج هبتدي أروح على حاجة اسمها Connectors في الخطة المجانية هتلاقي في حاجة اسمها Connected Apps مش هتلاقي فيها كانفا لكن لو دصت هنا على Connectors هتلاقي موجودة عندك تحت هنا في البراؤز Connectors Canva تروح تدوس على كانفا هنا هيطلب منك الاثريزيشن أو أنه يخشي أكسس على الحساب بتاعك على كانفا بتبتدي تحط الإيميل الخاص بالحساب بتاعك وتبتدي تكلم شات جي بي تي عن تصاميمك داخل كانفا الموضوع ده هيتم إزاي؟ هيتم كالآتي أولاً لازم تروح هنا في Tools تبتدي تدوس على Run Deep Research لأن انت لما هتدوس على Run Deep Research هيبتدي هنا يديك كل التطبيقات أو الأدوات اللي انت عايز تتواصل معها أنا هنا هبتدي أفعل كانفا وكمان أنا أفعل الweb search وحتبتدي تستخدم كانفا مع ال Deep Research عشان بس تكون عارف النقطة دي برضو مهمة جداً الاتصال ما بين شات جي بي تي وكانفا بيكون من خلال MCB Connector ويلا بينا نشوف مع بعض إزاي ممكن إحنا نشات شات جي بي تي مع كانفا هنا هبتدي أن أنا أقول له قم بيئة نظر داخل التصميم التالي وهتبتدي تكتب له التصميم بتاعك اسمه إيه وقم بالعمل على تحسين هذا التصميم بعد ذكر ملخص بسيط عن التصميم أو فيدباك عن التصميم هنا أنا قلت له بصي داخل تصميم اسمه The Journey to Modern Computers ده كان تصميم كنت عاملاه داخل كانفا وحسابي داخل كانفا مرتبط بي يعني حساب لنا ربطه بشات جي بي تي وعي زي الديني كده Improvement يعني وتحسين إزاي ممكن أنا أحسن التصميم ده ويديني ملخص بسيط عن التصميم وحبتدي أن أنا أدوس Enter هنا بيقول لي هل يمكنك مشاركة التصميم الذي ترغب أن أراجعه ولا هو متاح في حسابك على كانفا قلت له نعم متاح في حسابي على كانفا فهنا قال لي سأقوم بمراجعة تصميمك على كانفا واللي أنا رابط بالحساب The Journey to Modern Computers وحيبتدي أنه هو يدور باستخدام Deep Research داخل التصميم ويديني بقى المقترحات علشان يحسنه من ناحية العرض البصري التناسق الخطوط وترتيب المحتوى إنت هنا بتشوف الخطوات اللي هو ماشي بيها هنا بيقول لي I need to access a Canva design titled هو بيقول لنفسه يعني وبعدين بعد ما هي Access هيبتدي evaluate the design وحنشوف مع بعض في الآخر خالص النتيجة تم الانتهاء من مراجعة التصميم بيقدم هذا التصميم ملخص بصري لرحلة التطور أجهزة الكمبيوتر عبر عدة أجيال تاريخية وعطيلي كل حاجة موجودة داخل التصميم وكمان عطيني اقتراحات للتصميم فيما يالي مجموعة مقترحات لتحسين التصميم بصريا وتنظيميا حسب كل شريحة أو قسم موجود في التصميم وحنشوف دلوقتي التصميم داخل Canva علشان تتأكد إن الموضوع فعلا يعني فعلا دخل وبص وراجع الكلام الموجود جوا هنا الشريحة المقدمة والعنوان هنا بيقول لي النصيحة إيه عشان أنصق الخط والعنوان في الشريحة عشان هنا بيقول لك مثلا The Journey to Modern Computers في الشريحة دي علشان الخط العنوان يكون بارز وخط كبير وخط عريض لازم تصحح كذا بيديك التصحيح كمان بيديك التحسين من ناحية تناسق الألوان والخلفية ترتيب المحتوى تحط المحتوى إزاي إيه اللي تحطه في أعلى الشريحة الأولى مثلا أسفل يعني هنا مثلا بيقول لك دع العنوان في وسط الشريحة إدراج العنوان الفرعي إزاي الصور والرسوم التوضيحية أيضا وضيف حاجة اسمها آيكونة معبرة عن موضوع الحسوب بيديك التحسينات اللي بتتم على كل شريحة اللي هي الشريحة الأولى طب الشريحة التانية نفس الكلام من ناحية تحسين الخط والتنصيق الألوان الخلفية ترتيب المحتوى الآيكونات الشريحة التالتة وهكذا حاد بقى ما يخلص خلص كل التحسينات اللي هو شايفها ودي الشريحة الستة والأخيرة أنا ممكن أسأله سؤال بناءا على كل ما ذكر هل يمكن إعطائي التصميم بعد التحسين يعني برضو الحتة دي أنا عايزة أسأل فيها هل ممكن تعملي التحسين وتديني في الآخر خالص النتيجة يقولي بقى بما أن التصميم موجود داخل حسابك في كنفا ما يدرش أعدل عليه بشكل مباشر ولكن ممكن أن أنا أزودك بالتحسينات دي أو تصميم مفصل خطوة بخطوة اشتغل معاك خطوة بخطوة فإذا هو ما يدرش أنه يحسن جوه كنفا ولكن يديك بالضبط تمشي إزاي واحدة واحدة زي ما أنت شايف كده فهنا بيقولي شوف الاختيار أنا ممكن أزودك بخطة أو ممكن أنشئ لك نسخة جديدة ومحسنة بالكامل للتصميم داخل كنفا ورسلك الرابط قبل للتعديل ممكن مثلا أنا أقوله الاختيار الثاني يعني قوم بالاختيار الثاني هنا ابتدى أنه هو عدد الشرائح المقترحة الشريحة الأولى تعمل فيها إيه الشريحة الثانية الشريحة الثالثة واخد بالك من السرعة أنا بستخدم شجي بتي فور أو شريحة أربعة خمسة ستة الكونتنت بالإنجليش لشان كده هو يعني بيديني التعديل هنا هل ترغب أن أرسل لك هذه الخطة على شكل ملف ليسهل الرجوع إليها أقول له نعم هيبتدي أنه هو يعمل لي الخطة بتاعت التحسين دي على شكل ملف أرجع لها بدل ما خش على شجي بتي كل شوي وهو هنا بيساعدك بشكل كبير على تحسين التصميمات زي ما أنتا شايف تعالا بقى نشوف التصميم الرئيسي اللي موجود عندنا داخل كنفا وهنا ما زال شغال على ملف وورد أو بدي اف عشان يسهل الرجوع إليه في أي وقت اضغط هنا لتحميل الملف حتبتدي تحمل الملف وترجع له في أي وقت تعالا بقى نبص على كنفا نفسه ده الحساب اللي أنا عملت كونيكت بيه لشات جي بتي ده جيرني تو مودرن كومبيوترز وإيه دي زي ما احنا شايفين كل جزء وهنا ما اعتبر ان كل جزء كأنه شريحة زي ما احنا شايفين وهنا بيديني التحسين على كل جزئية المفروض تكون عاملة إزاي من خلال الريكمنديشنز اللي هو عطاهالي والتحسينات اللي هو عطاهالي بقوم رايحة على طول منفزاها داخل كنفا وأرجع للBDF اللي أنا عملت له داون لود داون لود دا الهدف طبعا ممكن سابنال بسنا صورة مصغرة عايز تحسينها يديك اقتراحات للصورة المصغرة وهكذا أنا هنا تعمدت إن أنا جيب تصميم فيك تابة كتير عشان أوريك مدى الجودة اللي أنت حتحصل عليها أشوفهم فيديو قادم بإذن الله على قناة كل يوم موقع جديد بحاول أقدم لك كل جديد ومفيد فاريت متنساش تعمل لايك وشير وكممنت ولو كنت بشوفنا الأول مرة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته